بعض الأطفال بتخاف من حاجة غريبة جدا بيخافوا من صوت الكمبينيشن أو السيفون بعد ما يخلصوا ونشطفهم ونغسل إيديهم وكده نخرجهم برا التواليت وبعد كده نشد السيفون لأن في أطفال بتخاف من صوت المية دي اللي بينزل في أطفال كده في أطفال كده لو حسيتوا أنه هو ما بيخافش خلاص عادي إنما لو كان بيخاف وبعدين نبتدي بقى نطمئنه عادي وحتى هنخليه بعد كده هو اللي يدوس ونخليه يدوس بصبعين كده عشان بيبقى لازم يدوس جامد عشان المية تاخد بقى التويلة ده وتوديه بعيد والكلام ده كله خامسا خارج المنزل لما نخرج برا بلاش نجبر الطفل على التواليت في البداية التواليت اللي هو الحمام العادي بسق بشها بقى يقيته العادية يعني لما نخرج برا لا ناخد معنا الفوتي بقى وإحنا برا فهمتوا قصدي؟ ده لما نبقى برا فخروجة بقى عند أرايب لينا وهكذا فهمتوا قصدي؟ يبقى في الأول ماشي؟ وإحنا برا نبقى واخدين معنا الفوتي لو هو كان يتعلم على الفوتي الأول لما لو يتعلم على التواليت من الأول بناخد معنا إيه؟ القعدة بس فحلقة النهاردة جاوبنا على أسئلة والحقيقة نفيه لسه أسئلة تانية مهمة علشان كده يعني لأن أنا كنت وعدت حضراتكم وأنا بقدم الحلقتين الخاصين بهذه المهارة قلتلكوا قلتلكوا إنه الحلقتين مش كفاية وإنه تعليقات حضراتكم وأسئلة حضراتكم مهمة وفعلا لسه فيه أسئلة مهمة علشان كده إن شاء الله الحلقة الجاية كمان هنكمل بقية الأسئلة بطمن حضراتكم بطمن كل اللي بعتهم فيه لسه أسئلة هتجاوب عليها الحلقة الجاية برضو لأن الأمر يستاهل الحقيقة ويستحق لأنها معلومات مفيدة إحنا بدأنا بنا نخلصه نشطبه نسلمهلكوا كده جاهز